طيب أرجع تاني لتصرحات كولر واتسأل على فكرة العودة لأوروبا هل ممكن ترجع أوروبا خلال الفترة اللي جاية؟ كولر حسم الأمر قال أنا وقعت عقد مع الأهل المضلة عامين أتوقع لسه لسه باقي سنة كمالية مع النادي الأهل كمدرب لا أخطط للمرحلة اللي جاية أنا بشتغل دايما من خلال الفترة اللي أنا فيها لو الظروف حكمت اللي أنا أكمل والأمور ماشى بشكل كويس أكيد هنقض ونتفق على الاستكمال وتمديد التعاقد لو حسينا أن الظروف ماشى مش بشكل كويس أكيد مش هيبقى فيه استكمال ولكن أنا مش من النوع لبعض أخطط لمستقبل الفترة الجاية ولسه بقي في عقدي سنة ومش هتكلم دلوقتي على فكرة العودة لأوروبا بيسألوا عن الأجازة هل ممكن تاخد أجازة بعد نهاية الدوري أو بعد حسم الدوري عشان تستعد للمسم الجديد قال أتمنى ذلك لكن لا يمكنني التخطيط لأي شي حتى الآن لأن الاتحاد الإفريقي يرغف في لعب مباراة بين الفائز بدور الأبطال وبطل الكونفيدرالية وحتى هذه اللحظة لم يتحدد موعد لقاء السوبر بين الأهل والتحاد العاصمة نأمل أن نعرف المزيد خلال الأسبوع المقبل وأنا بقول لك أكرة للأسف ولا الأسبوع اللي جاي ولا الأسبوع اللي بعده هنستنى شوية على ما الكافي حدد مكان وموعد لقاء السوبر الإفريقي طيب كان لم يبقى على التأقل مع الواقع وإن تعيش في أوروبا وزروف وحياة مختلفة تماماً عن الأجواة في إفريقيا والحياة في مصر قال في تغييرات قد تحدث قصيرة المدى ولكن عليك أن أتقبل ذلك وتكون جاهزاً عندما يحين الوقت وقال ده بياخد بعض الوقت معي ولكن أنا وفريق عملي نتعلم أنه يجب علينا الإمساج بإزمام الأمور بشكل أكثر مرونة نحن في بلد مختلف وعلينا التكيف لو ركزنا في تصريحات تاكولر هنعرف ليه الرجل ده نجح في أول عشر شهور أو في أول سنة لي مع النادي الأهل ليه الرجل ده تأقلم بسرعة ليه الرجل ده نجح بسرعة ليه الرجل ده كسب احترام كل المتابعين سواء الأهلوية أو حتى مش الأهلوية ومش عن فخم ونقبر ويقول معنا بروفسير ومعنا حد الناس تتعلم منه ما بنقبرش وما بن يعني إيه ما بنسوقش البضاعة زي غيرنا بالشكل اللي هم بيسوقوه لأن احنا دايما بنسوق البضاعة بتاعتنا بالإنجازات والبطولات مش بالتصرحات الرنانة تسويق البضاعة أو تسويق الإنجاز اللي انت بتحققه بيبقى بالأرقام والبطولات مش بالتصرحات مش بالكلام والاستهلاك الإعلامي أو الاستهلاك المحلي في كلام نتيجته على عرض الواقع غير كده خالص لم يحتاجين نحط على مزرق وعلى محمر ونلبس ندارة لا نتائجك هي اللي بتتحدث عنك عشان كده معانا إنجازات طيبة لمدرب في أول مرحلة وأول نجاح ليه في أفريقيا ينجح مع النادي الأهلي هذا النجاح العظيم والموسم اللي جاي كان اللافعون كولر والجهاز واللعيبة والإدارة موسم صعب جدا 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 في الحلقات اللي جاية هنستعرض مع حضراتكم إيه اللي هيحصل بالنسبة للموسم اللي جاي لأن فيه استحقاقات وأجندة محلية وقرية ودولية غير مزبوقة خاصة قبل نهاية عام عشرين تلاتة وعشرين